إبراهيم عزت سيجمل لنا أبرز ما جاء من توصيات في هذا المؤتمر تفضل إبراهيم شكرا جزيلا أحمد بالفعل هنا مقر المقر الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية وتحديدا في هذه القاعة قاعة الكويت التي شهدت قبل قليل الاجتماع والمؤتمر الصحفي الذي دعت إليه منظمة الصحة العالمية وتحديدا هنا في المكتب الإقليمي لعرض آخر المستجدات فيما يخص الفيروس المستجد كورونا معي الآن مباشرة على الهواء زميلي أحمد تنضم لنا ضيفتنا والتي كانت إحدى المتحدثات في هذا المؤتمر الصحفي الدكتورة داليا سمهوري مدير برنامج الاستعداد للطوارئ واللوائح الصحية الدولية بالمكتب الإقليمي بداية النبر حب حضرتك على شاشة إكترا نيوز أهلا وسهلا أهلا وسهلا مباشرة نسأل على اللوائح الطبية والوقائية لهذا الفيروس وممكن نقول أن هذا المؤتمر الصحفي هو كان مطمئن بعض الشيء تجاه هذا الفيروس وفي نفس الوقت لإصدار التعليم والإجراءات الوقائية للفيروس ماذا يتبع المواطن هنا في مصر أو في أي حتة في العالم لتجنب الإصابة بهذا الفيروس عموما خلال الفترة القادمة؟ خلينا بس أنا حابة أوضح أنه القرار أنه بالمكتب الإقليمي أنه نعقد المؤتمر الصحفي جاء تباعا لإعلان منظمة الصحة العالمية يوم الخميس لثلاثين جانيور أنه الفيروس الكورونا المسجد هو حادث أو طارئ صحي يطير قلقا دوليا وبالتالي بعد ما صار الإعلان بتصور صار في حالة من الخوف أنه شو يعني الإعلان وهل في إجراءات إضافية لازم الدول تأخذها مع الاعتبار إلى آخرين وبالتالي قررنا عقد المؤتمر لإطلاع كل وسائل الإعلام على المسجد بهذا الفيروس والشيء الثاني هو العمل المتواصل مع الدول المختلفة بحيث أن نحن نقدر نساعدهم على تقوية أو تعزيز الجهود اللازمة للترصد المبكر للكشف عن الحالات المشتبه بها ترصد أو تتبع المخالطين للفحص المخبري بحال وجود حالات مؤكدة كافية التعامل معها بالمستشفيات العزل إلى آخرين خلينا بس نأكد كمان أنه إلى هذه اللحظة لم يتم تسجيل أي حالة بشرق المتوسط كإقليم الدولة الوحيدة اللي تم تسجيل فيها حالة دولة الإمارات العربية المتحدة واللي سجلت خمس حالات بس كمان يعني للتأكيد أنه ما خمس حالات وليس ست حالات كما جاء بالمؤتمر بأعتقد كان خطأ مطبعي لا أكثر ولا أقل بس تأكيداً هو خمس حالات ومن هنا أنا بحب أشكر طبعاً دولة الإمارات على الشفافية العالية التي تتمتع بها تحت المادة رقم ستة من اللوائح الصحية الدولية والتي تضمن أنه الدولة بحال حدوث فيها حدث صحي ممكن يكون طارق يجب مشاركة المعلومات للأشخاص المصابين والمعلومات المتعلقة بالأشخاص وبناء على ذلك قام دولة الإمارات بمشاركة هذه المعلومات مع منظمة الصحة العالمية بالأول كان في أربع حالات من عائلة واحدة ومبارح تم تسجيل الحالة الخامسة طبعاً أنا مثل ما حكيت أنه إحنا بتواصل دائم معد ولا تعزيز والجهود المبذولة عشان يكون فيه نظام فخلينا نقولي جاهزة يكون أكتر عشان نقدر نتعامل مع الحالات الممكن تكون توصل للإقليم إسمحيلي يا دكتور أول أفراد يعني أرجع لسؤالك يعني إحنا مثل ما عم نسمع في حالة خوف ما بين الناس أنه هل هذا الفيروس خطير ممكن نموت منه طب الناس عم بتقول أنه أعراض مثل أعراض المنفلوانزا ليش عم بيصير فيه تطخيم إعلامي أكتر من اللازم هلأ بما أنه منظمة الصحة العالمية أعلنت أنه هذا حادث حادث طارئ يثير قلقاً دولياً هذا يعني أنه الفيروس أو الحدث استثنائي بينتشر دولياً ولكن الغالبية العظمى من الحالات تم تسجيلها بالصين حالات خفية عدد قليلة تم تسجيلها تقريباً مش 24 دولة إلى هذه اللحظة طبعاً الأعداد بتزايد ومزيرة الأرقام إجمالي عدد الإصابات تحديداً وهل هناك نسبة ربما أيضاً جاءت في المؤتمر الصحفي تجاه نسبة الوفاة المئوية من عدد المصابين الإجمالي وبالتحديد الصين هي الوجهة الأولى والأكبر في عدد الإصابات بهذا الفيروس مثل ما فعلاً اتفضلت العدد الأكبر من الحالات تم تسجيله بالصين طبعاً الأسباب مختلفة الفيروس يعني المنشأ لقيله خليناً نقول من هناك إلى هذه اللحظة مش معروف شو هو الفيروس الترجيح أنه ممكن يكون مصدر حيواني ولكن شو هو الحيوان إذا كان فعلاً مصدر حيواني أو شو هو ممكن يكون مصدر آخر لسه بصدد البحث العداد الكبيرات تسجيلها بالصين عداد قليلة بيئة دول مختلفة الصين عم بتحط إجراءات للتعامل مع الفاشية طبعاً يعني خلينا نوه للبيان اللي صدر على لجنة الطوارئ اللي تابعة للوقاح الصحية الدولية أشادت بيئة جهود الجبارة اللي عم بتحطها الصين للتعامل مع هذا الحدث بالإجمال أو حسب المعلومات المتوافرة لدينا 80% من الحالات يعني بيكون بيصير معها أعراض خفيفة أعراض خفيفة وممكن كمان طبعاً عدد لبأس به يكون عندهم ما عندهم أعراض يعني يتم اكتشافهم بس بالفحص المخبر ولكن لا تظهر عليهم أي أعراض بالتقريب 20% ممكن تظهر عليهم أعراض وخيمة ونسبة الوفيات إلى هذه اللحظة وحسب الأعداد المتوفرة لدينا تقريباً 2% الكل كان عم يسأل إذا كان فيه علاج إذا كان فيه مصل للتعامل مع الفيروس الفيروس جديد وهذا يعني أنه فيه كتير لسه معلومات ولكن يمكن ترحل سؤال بصيغة أخرى هل هناك ربما فترة زمنية محددة ويعلن من خلال منظمة الصحة العالمية لاكتشاف المصل للشفاء من هذا الفيروس أو ما لذا فترة زمنية محددة أكيد صعب أن أقول أنه آ بس أنه هل رح يكتشف مصل أكيد يعني أنه جرت بالتجارب السابقة وقت اللي بيكون فيه فيروس إذا عم تطلع جديد بيكون جاري البحث أو بيتم فيها بيصير فيه خلينا نقول البحث العلمي بيكون له دور كبير للتوصل للمصل اللي لازم يتم استخدامه ولكن هذا رح ياخد فترة إلى حد ما ممكن تكون طويلة ممكن تكون قصيرة خلينا بس أنه نقول أنه الفيروس الكورونا المستجد هو نمط من عائلة الكورونا فالبحث العلمي المتطور والتقدم اللي شاهدناه بما يتعلق بالألماط المختلفة من الكورونا ممكن البناء عليها أنا لا أجزم ولكن طبعا بيصير فيه بحث أنه نتأكد أنه فيه فعلا إشي ممكن نبني عليها وبالتالي أنت ما بيبلش من أول وجديد ففيه تقدم علمي رهيب صار بالفترات الأخيرة وخصوصا لما بيحكي على أنماط الكورونا لما بيحكي هلأ فيه كثير فيه ديسكاشن فيه كثير أو مناقشات فيه بحث عن بصير للتوصل للتطعيم أو المصل بحال لو صار المصل موجود هذا لا يعني أنه رحيتم يستخدامه بشكل سريع طبعا لازم يكون عرضة للتجارب السريرية لتأكد من سلامه ولتأكد من فعاليته وبحال التأكد من هذا كله طبعا لازم نعرف أنه صعب أنك توفر كل الكمية اللازمة لكل الأشخاص مين هم الأشخاص اللي مفروض يكون لهم أولوية أنه ياخدوا للتطعيم هذا بتهم دراسته على حسب المعلومات اللي رح تكون متوفرة لدينا لاحقا وتحليل البيانات بحيث أنه نحدد مين هم الشرائح اللي ممكن تعتبر أكثر خطورة بحل أنه تعرضت للفيروس نعم دكتور على جانب المعلومة لحضرتك قمت بتصحيحها منذ قليل بعدد الإصابات في دولة الإمارات العربية المتحدة دعينا أيضا هناك معلومات وأخبار في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم باكتشاف سلالة خطيرة أيضا من أنف الوانزة الطيور بالصين هل هناك أي تأكدات أو ربما هل هناك أي أخبار متعلقة تجاه هذا الموضوع فيما يخص الصين تحديدا هلا أنا ما بدي أكد أو إنفي بس مثل ما حكينا بالمؤتمر الصحفي ذاتي شي أنه سمعنا أنه فيه نمط من إنفلونزة الطيور تم اكتشافه بالصين بين الطيور ولكن مش بالإنسان طبعا بصدد تأكيد هذا الخبر إذا كان فعلا صحيح أو لا بس على الأقل الخبر اللي طلع أنه بالطيور وليس بالإنسان شو علاقته بالكورونا أنا كم مرة ما فينا نقول شو علاقة وما في علاقة إلا لما نعرف بالزبط شو المعلومات الصحيحة المتوافرة وعلى أساسه بنقدر نحدد إذا كان ممكن يكون فيه علاقة معينة أو لا أنواع الفيروسات مختلفة يعني هو تابع للإنفلونزة بينما الكورونا تابع لعائلة الكورونا وإلى حد ما مختلفين صحيح يا دكتور تسمحي لنا قبل أن نختم هذا اللقاء نشير حول الإجراءات الوقائية حضرتك بدأنا بيها الكلام ولو تكلمنا فيما يخص الدور اللي بتقوم بمنظمة الصحة العالمية بالتواصل مع عدد من الدول إن لم يكن كل الدول وجاء أيضا في المؤتمر الصحفي أن المنظمة تفتح أبوابها لجميع الدول لإتاحة ربما الكواشف تجاه هذا الموضوع وهل فصل الشتاء بيزيد من نسبة الإصابة بفيروس الكورونا أم النسبة المتساوية في الصيف أو الشتاء ما فيني أقول آه أو لا كما مرأة الفيروس بعده جديد فيه كتير إشياء مش معروفة كيف الفيروس بينتقل فترة الحضانة معلومات المتوافرة بتعطينا فكرة على إنه مثلا بينتقل عن طريق المجرى التنفسي عن طريق الرداذ هل في طرق أخرى لنقل الفيروس مش كتير معروفة أو مش مؤكد فترة الحضانة عم تختلف على حسب الحالات اللي عم توصل فخلينا أقول إنه عشان يكون عنا فكرة أوضحة عن الفيروس وطريقة التعامل معه بمعنى شو هي الإجراءات اللازم وضحة للوقاية والمنع الانتشار هذا بتم وقت اللي بيصير فيه معلومات إضافية تيجي من الأشخاص اللي مصابين بالفيروس وتحليل البيانات اللي ممكن نحصل عليها بالنسبة للمكتب الإقليمي لمنظمة السلحة العالمية وظيفتنا وإحنا موجودين عشان إنه نشارك أو نساعد كل الدول بالدعم التقني بما يتعلق بطبعاً أي شيء إذا بنحكي هون تحديداً على فيروس الكورونا إلى هذه اللحظة وضعنا دليل للدول أنه يعني شو هم الإجراءات اللازم التأكيد عليها لرفع مستوى التأهب الجاهزية للتعامل مع حالات بحال لو صار في دخول لأي حالة إلى البلد وكيف نقدر نعمل اكتشاف مبكر لإلها كيف نقدر نعمل فحص مخبري إلى آخره بالإضافة إلى ذلك في دلائل الاسترشادية اللي موجودة واللي بيصير لإلها تحديد بشكل مستمر بناء على تحليل البيانات اللي بتوصل من الحالات اللي بتم تسجيلها أهم من ذلك كله طبعا نعمل وضع للرسائل المهمة اللي لازم توصل لأفراد للمجتمعات بحيث أنه نرفع من المستوى التوعية ما بين الأشخاص وأنه يكونوا دور بحجم الفيروس وليس في نشر الإشعاعات اللي بمحيانة ممكن تكون ليس لها أساسة مسلي شكرا جزيلا يا دكتور شكرا لحضرتك أهلا إذن مشاهدين الكرام شكرا لحضراتكم أيضا على المتابعة كنا مع حضراتكم نتحدث من هنا من مقر المكتب الإقلامي بمنظمة الصحة العالمية التي دعت إلى مؤتمر صحفي وانتهى قبل قليل الإعلان عن المستجدات الخاصة بالفيروس المستجد كورونا شكرا لكم على المتابعة وبالتأكيد زميل أحمد أبو زيد لديه المزيد في هذه الإطلالة من الآن إليك أحمد شكرا جزيلا لك إبراهيم عزة والدكتورة داليا السمهور التي بالفعل كانت من بين المتحدثات في المؤتمر الذي تابعناه